وبدوره دعا سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العصومي رئيس البرلمان العربية الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى دعم كافة الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات وشدد العصومي على ضرورة أن يكون للحركة موقف رافض لكافة الددخلات الخارجية التي تساهم في تأجيج الصراعات داعيا إلى إدراج القضية الفلسطينية بندا ثابتا على جدول أعمال الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز على أهمية إنشاء الشبكة موشيرا في هذا السياق إلى المبادئ العشر لمؤتمر باندونج عام 1955 والتي شكلت منطلقا رئيسيا لتأسيس الحركة وفي مقدمتها احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها